للمشاهدين مع كل سباق للرئاسيات الأمريكية يبرز نفوذ الأثرية الذين يمولون الحملات الانتخابية للمرشحين ويضخون دعما ماليا سخيا للتأثير على نتائج هذه الانتخابات خلال هذا العام كشف تحليل فوربس عن دعم 79 مليارديرا للمرشحة ديمقراطية كاميرا هاريس مقابل 50 يدعمون المرشح الجمهوري دونالد تشامت مرد ذلك أن العديد من المليارديرات يرون أن هاريس شخصية سياسية مستقرة يمكن لسياساتها أن توفر الاستقرار الاقتصادي والقدرة على التنبؤ على المدى الطويل فضلا عن الحفاظ على بيئة عمل مواتية بحسب فوربس بين هؤلاء داعمين لنائبة الرئيس حددت فوربس 28 مليارديرا أسهم كل منهم ببليون دولار أو أكثر لمختلف المنظمات التي تدعم هاريس اعتبارا من أغسطس الماضي من أبرز الداعبين للمرشحة ديمقراطية قطب الإعلام مايكل بلومبرغ وصانع الأفلام ستيفن سبيلبرغ بالإضافة إلى مؤسس منصتين لينكتين وبيبال ريد هوفمان والمستثمر في القطاع الرياضي أفرام غليزر إذن تاريخيا عمل ترامب على تنمية علاقات مع المؤيدين الأثرياء لدعم مبادراته السياسية من بين أبرز المليارديرات الداعمين له يبرز اسم الرئيس التنفيذي لشركتي تسلا وسبايس إكس إيلون ماسك كداعم مالي كبير للجهود السياسية لترامب إذ تبرع لحملته بمبلغ كبير قدره 75 مليون دولار بالإضافة إلى مدير صناديق التخوط الداعم بقوة لإسرائيل بيل آكمان وإلى جانب جيفري هايدل براند ومارك أندرسون من بين أيضا الملياردارات الداعمين لحملة هاريس والداعمين لحملة ترامب يقف عدد من الملياردارات موقف الحياد من أبرز هؤلاء مؤسس أمازون ورابع أغنى شخص في العالم جيف بيزس والمؤسس المشارك ورئيس التنفيذي لشركة ميتا وثالث أغنى شخص في العالم مارك زوكربيرغ ورئيس التنفيذي لشركة بيرك شاير هاثواي وسادس أغنى شخص في العالم وارن بافيت هاريس لا تتقدم على منافسها تشامب على مستوى الداعمين الأثرياء فحسب بل إن المرشحة الديمقراطية جمع تبرعات سخية من الناخبين في غالبية الولايات تزيد على مليار دولار منذ دخولها السباق في الحادي والعشرين من يوليو الماضي أوضحت صحيفة واشنطن بوست أن هاريس حظيت بتبرعات 67% من النساء الذين يسكن في الضواحي كما يدعم 83% من الناخبين السود المرشحة الديمقراطية في حين حصل تشامب على معظم تبرعاته من الرجال تحت سن الخامسة والثلاثين وهذا موضوع مهم فيما يتعلق بالرجال